اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اعرف تخصصك مع اوكي تمام سنة 1969 وبعد ظهور الروبوتات مهندس ياباني من شركة ياساكو الكهربائية ابتدع مصطلح جديد وسمى ميكاترونيكس وده علشان يشير لاستخدام الالكترونيات في التحكم الميكانيكي فمصطلح ميكاترونيكس بيكون متأسم لجزئين ميكا من الميكانيكا واترونيكس من الهندسة الكهربائية والالكترونية وبيعتبر اي منتج بيعتمد في عمله على دمج الانظمة الالكترونية مع الانظمة الميكانيكية الميكاترونيكس هو اللي بيقوم بدور المناصق بينهم وبيضع موظومة التحكم فيها ده معناه ان كل حاجة متطورة في حياتنا الميكاترونيكس بيكون دخلها فيها بلا شك ده بقى من السيارات الطيرات الهواتف الحواسب عنظمة المواصلات عنظمة التحكم الى اخره وطبعا اهم حاجة وهي الروبوتز او الروبوتات بيقول عنها ضفور هروفات المتخص في معمل فرض للبحوث ان الميكاترونيكس عبارة عن خليط ما بين التكنولوجيا والاسليب اللي بتساعدنا للحصول على منتج افضل وده في الحقيقة احدى الصورة على موضوع 20 سنة اللي فاتت في التحكم بالالات فبنشوف مثلا دلوقات الطيارات بدون طيار بنشوف الروبوتات اللي وصلت لمرحلة متقدمة جدا من التكنولوجيا حتى هنشوف الميكاترونيكس في مجال لعب الاطفال وده اللي خلى الباحثين بيعتقدوا ان الميكاترونيكس هي المستقبل وعلشان كده الميكاترونيكس بيعتبر مجال واحد للاشخاص اللي عندهم مهارات في مجالات زي الالكترونيات والكمبيوتر والبرمجة وكمان المهتمين بالروبوتات وتصنيع الاشياء وابتكارها ووضع قلية تشغيلها من الاساس ولان المصطلح خرج من اليابان فبتعتبر اليابان هي اول دولة بدأت في تدريس الميكاترونيكس بشكل منتظم الكلام ده كان تقريبا سنة 1983 في جامعة اسمها جامعة تيو هاشي وفي منتصف التمانينات داخلت لاوروبا ومنها للعالم كله طيب خلالي سأل سؤال مهم جدا وانجواب عليه بشكل علم شوية هو احنا بندرس ايه بالزبط في تخصص هندسة الميكاترونيكس بتدرس تصميم وتطوير واستكشاف اخطاء وحدات التحكم اللي بيكون قبرة لبرمجة بتدرس كمان الروبوتات والانظمة المتكملة بتدرس القدرة على التعامل مع الاجهزة الالكترونية الدقيقة والانظمة الهايدروليكية والهوائية بتدرس كمان ميكانيكا الالات والتحكم الالي تخص الميكاترونيكس مبقاش ممكن الاستغناء عنه خصوصا في كبرى الشركات والمؤسسات وده لارتباطه بالالات والتصميم والمصانع وكمان لان مهندس الميكاترونيكس بيكون عنده خلفية عن الهندسة الميكانيكية والهندسة الالكترونية والكهربائية وفي النهاية الجماعة اللي بتدرس لك تخصو هندسة الميكاترونيكس بتوفر لك فرصة تدريبية في كبرى الشركات والمصانع وده علشان تقدر تمارس اللي انت بتدرسه على ارض الواقع ولو حابب تعرف افضل الجماعة اللي بتدرس تخصص ممكن تدوس على اللينك اللي هتلاقيه تحت الفيديو ولو عجبك المحتوى بتاعنا ممكن تدوسوا على لايك وسبسكرايب شوفكم الحلقة الجاي اه يبقى دوسوا على الجرس عشان يجريكم ان عندنا كل جديد يعني مش هاوضي عيد من الاول تاني خلاص